السلام عليكم ورحمة الله اليوم مع طريقة كتابة الهمزة على السطر سنة خامسة ابتدائي الهمزة على السطر إما تكون متوسطة أو متطرفة وما عندها؟ إما تكون في وسط الكلمة متوسطة ولا تكون في آخر الكلمة متطرفة عندها حالتين لا تأتي الهمزة على السطر في أول كلام يعني في أول كلمة لاستغناء عنها بهمزتين وصل هذه هي وهمزة القطع هذه هي إذن الهمزة على السطر لا تكون في أول كلمة الحالة الأولى تكتب الهمزة في آخر الكلمة يعني الهمزة المتطرفة على السطر في حالة واحدة وهي إذا كان ما قبلها ساكنا مثل دفء شيء ثانيا تكتب الهمزة المتوسطة أي في وسط الكلمة على السطر في الإحوال التالية الحالة الأولى إذا كانت مفتوحة أو مضمومة وقبلها واو ساكنة ومشددة مثل تفائل إذا كانت مضمومة وبعدها واو مثل رؤوف إذا كانت مفتوحة وبعدها ألف مثل جزآني هناك بعض الاستثناءات ولكن حتى لا نطيل ولا نكثر على التلميذ نكتفي بهذا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس نلتقي في فيديو جديد ترقبونا السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة